موسيقى يدعون الكتاب المقدس لنتوب تعلمون لا تحتاج الضحية فقط إلى شفاء بل على الضحية أن تغفر لمن تعد عليها أتعرفون؟ أنا أتعامل مع الكثير من ضحايا الاغتصاب وأخدم الكثير من الفتيات المعتد عليهم البعض بينهن تعرضنا للاغتصاب على يد والدهم أو عمهم لكن انظروا إلى هذا من الصعب علينا أن نفهم هذا لكن تلك الفتاة ستلقى شفاءها في اللحظة التي تبدأ فيها بمسامحة المسيق بمسامحة المختصب على الرغم من أن ذلك الرجل لا يستحق تلك المغفرة إلا أنها إن لم تقرر أن تسامح ذلك الرجل شفاؤها لن يحدث لا يترافق الشفاء مع المغفرة مباشرة لكنه البداية عندما تخسرون أمراً ما فمسامحة الشخص ما لا تعيد ما فقد إلى مكانه إن قطعتم كتف أحدهم وقلتم أنا آسف وغفر لكم تبقى الزراع مبتورة لا يمكنكم إعادتها هذا الرجل سيعاني من الخسارة وقد عانت عائلتكم أيضاً لكن المغفرة ستبدأ عمر الترميم ستبدأ عملية إزالة اللعنة عملية إزالة التكبر كان على الله أن يزيل كبرياء التركي كان عليه أن يزيل حتى مشاعري القومية كان عليه أن يزيلها وأن يريني أنتم تعرفون كبرياء العثمانيين مع تاريخهم تعرفون ذلك أنا كنت واحدة منهم لكن الله أراني أمراً أكبر أراني أن موطني مكان آخر عندما أراني أن موطني مكان آخر لم يغير هذا لا أذال أتكلم اللغة وأحب الطعام ولدي عائلة لكن أتعلم قد غير هذا قلبي قد غير وجهة نظري فلم أعد أرى ناس مختلفين عني على أنهم أقل مني أو بأنني أسمى منهم بسبب جنسيتي رأيتهم على أنهم متساوون معي وأعضاء عائلتي ينتمون إلى العائلة عينيا واليوم هذا ما أؤمن أن الله يريد أن يفعله في حياتنا أتى يسوع المسيح ومات على الصليب ونحن دائماً نول انتباهاً إلى كلمات الشخص الأخيرة قال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يريد الله أن يفعل ما هو أعظم في حياتنا لكي يغير ليس فينا فحسب بل في عائلاتنا وفي أحفادنا ترجمة نانسي قنقر